سلام عليكم ورحبكم معي من جديد نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال بالنسبة للوصفتنا اليوم هي معلقة دي القرقع كانت وعدتكم بهذه الوصفة من شحال هذي وفعل الفيديو كان نصور من شحال هذي ولكن باش نكمل ونديل المونتاج صراحة ما كانتش عندي الوقت غادي نشارك معاكم كما قلت لكم معلقة دي القرقع بطريقة سهلة جدا وناجحة يعني غا نوريكم طريقة طياب وغا نوريكم جميع الأسرار دي لها لما نقول عليكم نخليكم مع المقادر وطريقة تحضرية لكن انت اول مرة تشاهد قناتي فهذه قناة حسنا راميلي اشتركي في اوفي علي الجرس باش يوصلك الجديد ونبدأ على بركتي الله هنا عندي 500 غرام دي القرقع اللي كانت من القيام بهذه الطريقة يعني كتنقيوه مزيان كتنحيد من نوع ذلك اللي كان يكون في الوسط كان اخذوا كاس عنب السكر اللي هي 150 غرام دي السكر هنا ممكن استعملوا السكر غلاسي كي ممكن استعملوا سكر حبيبات انا كناخد هذه النوعية دي السكر اللي كي يكون رقيق سراحة تجري خدمة دي الوزوينة من ناحية الغريبة وكذلك من ناحية العجين هنا كما قلت لكم عندنا 150 غرام دي السكر مع 500 غرام دي القرقع او نصف كيلو دي القرقع غادي نضحنهم بجوج يعني كنضحنهم بجوج يعني كنضحنة كبيرة تحتو المكونات دي لكم كاملين وعندما كانت الطحانة صغيرة بحالها دي قد تجري شوية بشوية يعني كددوا كمية من القرقع وكددوا عليها تقريبا مع القاع ودج مع القضية السكر وكتطحنو لا كنضحنوش القرقع بزاف باش ما كي يطلقش الزيت ديالو يعني غي كان نهرمش شوية وصافي انا عندي هنا الطحانة شوية كبتحليه للتحت بزاف وكتخلي الفوق مهرمش انا غنستمر بنفس طريقة حتى نكمل كمية اللي عندي كل هادي القرقع ثم نتلققوا باش نكملوا باقي المراحل من بعد مطحننا القرقع مع السكر كما قلت لكم ما كان نطحنوش بزاف غي كان نهرمش شوية هناك نزيد له معلقة صغيرة ديال الخاميرات الحلويات نزيد نصف معلقة صغيرة ديال القرفة سوف ندروا كدلك رشة ديال الملحة ندر جمع القذيال المظهر بالنسبة للقرفة كتبقى اختيارية وكدلك مظهر كيبقى اختياري يعني كتشوفوا انتم ما باش بغايت نسموه ممكن تضيفوا غير كيس من سوكة الباني وتزولوا القرفة او تزولوا المظهر هناك ندر جمع القذيال السبدة اللي كتكون مدوبة من وازد وهناك ندره مع القذيال الناك ندر مع القذيال الجريكوز لتعطينا هذه التعليكة التي تكون في الغريبة في حالة لا يوجد الكوز مع القدية العسل أو مع القدية المربى هنا نضيف بيضة كاملة ونزيد معها سفار بيضة نخلط المكونات جيدا ونعجنهم جيدا ومن بعد نوريكم باقي المراحل تقدروا تكتب في غير بيضة واحدة فقط هنا نضيف بيضة مع سفار بيضة لتعليكة الغريبة لن أحمي الغريبة جيني قاسحة لن أريد أن تكون معلقة حتى في العجينة لتعليقها لتعليقها بالقوام تكون خفيفة لا تكون شخصة و لا تكون شجارية هنا نضيف بيضة كورات هذا الشكل يجب أن تأخذ الميزان لتعليقها 24 غرام ثم نضيف بيضة مزهر سوف نضيف معا هنا نضيفة حظة بالبوضة نضيفة حول المكسية نضيفة كورات من المثال نضيفة يجب ان تكون كريم سكار سكرا على الأجين من المثال من المثال نضيفة المزهر اضغط المزهر في عبرة المزهر اضغط المزهر بالكورة ثم اضغط المزهر يضغطين الشكل كمية السكار تكون عامرة بسكر ثم تستفوها في الطاوة نأخذ نصوص القرقاء نغطسها في بيض البيض و نضيفهم فوق الغريبة نضيفهم بيض البيض لكي نضيفهم بيض البيض من بعد أن نضيفهم نضيفهم من هذه النصوص القرقاء يبقى ثابتين فيها الطياب نضيفهم مريضة نضيفهم طريقة الطياب ونضيفهم جدا نضيفهم الطياب نضيفه إلى الطياب و نضيفه من بدلة 150 درجة تكون شكرا اتضيف المريض مدى الطيب لا تتعدى 12 دقيقة وإذا كانت فرن جاز عادي سوف تسخن الفرن على عافية متوسطة نشعل الفوق والتحت غير الفوق يكون ناقص ومن التحت تكون عافية متوسطة تسخن الفرن من قبل تدخل الطواكد حسب 10 دقيق بالضبط وإذا كانت فرن يرضى يمكن تزيده حتى 13 دقيقة ولكن ما تفوتوش مدى دي الطيب يعني ما تفوتش 12 دقيقة باش تبقى لكم هادل غريبة معلكة وما تجيكمش قاسحة هنا وصلنا لآخر الفيديو حاولت نجاوب على جميع استفساراتكم إلا كان عندكم أي سؤال أو أي استفسار كتبوا لي في أسفل الفيديو يعني في التعليقات وغادي نجاوبكم عليه إن شاء الله وصلنا لآخر الفيديو لاجبتكم الوصفة دي اليوم ما تنسوش جيل لايك الفيديو خليوا لي تعليقاتكم اللي كتفرحني بزاف خليت لكم الراحة وإلى فيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة